طيب اروح بقى لمرحلة فريق كورا وانبارح كان فوز مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم ثلاثة نقاط غالية لان لازم دربة البداية وانت المباراة على ارضك تكسب وكسبت وحققت ثلاثة نقاط وكانت ممكن كمان المباراة تكون فيها هايسكور اعلى من الربعية نتيجة طبع الاخطاء التحكمالي كانت موجودة طاقم تحكيمي ما كانش على مستوى وقدر دور المجموعات في دور الابطال بالمقارنة مباراة اخرى وده قلته قبل كده فترة جاية هتشوفوا حكام بيجوا للمباراة الآلي مش على نفس القادر والمستوى بالمقارنة مباراة تانية في نفس المجموعات لدور الابطال بيروح لها حكام من الصفو او البروفيشنل ولكن الفوز مهم الربعية مهمة وهدفي قهرباء انا شايفهم مهمين جدا في المرحلة الحالية اولا في اعداد نفسي وتأهيل لاعب مهم جدا في صفوف النادي الآلي طبعا قهرباء هدفين افشا هدف وحسين الشحات هدف لكن الكريمة بتاعة مباراة امبارح ومحمد مجد افشا تحرقاته القرات البينية التمريرات المتميزة حرقته في كل حتة في الملعب افشا امبارح الحمدولين كان ظهر بشكل كويس جدا ويبدو كده ان افشا تقلقه ويعني ظهوره بالشكل اللافت للنظر في البطولات الافريقية بيكون مقعود دايما في شهر نوفمبر عايز تتفرج على افشا في افريقيا تتفرج عليه في شهر نوفمبر لان بالتأكيد افشا نهارده كمان هنتكلم عليه كذكرة مباراة نهائي القرن لكن عموما نهارده مرسل كلر فضل ان يدي الفريق جلسة للاجتماع والتحذير للفترة اللي جاية والنهارده كمان ما كانش فيه تدريب بالمعنى المفهوم لمعظم اللاعبين اللي انبارح كانت فيه مباراة اتعامل جلسة استشفائية كده لبعض اللاعبين اللي شاركوا في مباراة امبارح وتدريبة وتأسيمة للمجموعة اللي مشاركتش فيه مباراة امبارح للتحذير للفترة اللي جاية انت عندك يوم الحد اللي جاي مباراة مهمة جدا مع البنك الاهلي في الدوري بعدها عندك سفر الى جوانسبرج هتلعب في ستات جوانسبرج فيه ملعب اورلاندو بايرتس يوم السبت 7-12 الساعة 3 العصر فبالتالي ده البرنامج اللي وضعه الجهاز الفني للمرحلة اللي جاية